ويقول الإنسان أهدى وامدت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن ما خلقناه من قبل ولم يكو شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جذيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن يعيتي ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردوها وإن منكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقضيا ثم لننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثافا ورئيا قل من كان في الطلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف ذندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا قد طنع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عدا كلا سنكتب ما يقول سنكتب ما يقول ونهد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدان وكم أهلكنا قبلهم من قبلهم هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هل تحس